تربية دية الزيوسف تربية حساسة جداً ودر الأب والأم عظيم عشان كنها بتصغرب لما شوف أباء وأموات حتى حاصلين على الأعلى شهادات العلمية وبيعملوا أولادهم بطريقة مش كويسة جداً حتى في القناة الأولى بيتعجبني أعلانات اللي فيها تنمر تمام جميلة جداً نتتكلم على مساوئ التنمر وكيفية التعامل معاه والنتاج السلبية اللي بتيجي من وراء التنمر الزبط يا فاني ده يمكن يكون التنمر من الأب للإبن الإبن مش هيساوب حتى لو أنت بتهرج إن انت بتهرم هيفتكر إن هو ده حكمك عليه حتى لو ابنك كبير وفي الجامعة وكلمت بطريقة دية هيفتكر فعلاً الصفة دي فيه وحيفكر الصفة بنفسه لغا من هو كبير يبقى احنا نخلي بالنا بالذات في أول سنوات فيه حياة الطفل عشان دي بناء عليها بتشكل شخصياته طول للأمر نبقى حساسين جداً في أي لفظة أو كلمة نقولها لأولادنا ونحاول دايماً حتى أضعف الإيمان نخش شبكة التننت ونشوف قصة تربية ناصل أو التعامل مع الأولاد أو المراهقين هلاقي معلومات مفيدة وخويصة جداً بإذن الله بإذن الله أنا عايز أشكر حضرتك أولاً جداً 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 يا دكتور وأتمنى يا دكتور ثامينة حينتقابل كتير لأن الموضوع ده بالنسبة لي مهم خاصة نحياتك أشارت المسألة تجمل بالأخلاق دي حاملة عملها بالمناسبة الشركة المتحدة هتلاقيها موجودة أخلاقنا الجميلة وتجمل بالأخلاق الحاملة الشركة عاملها علشان كده علشان تكرس وتأسس لمسألة مجموعة من الأخلاق والمبادئ والطرق والمفاهيم اللي هي إجابية وتعود بنا إلى أصولنا الحقيقية فترقبتنا وتركيبتنا كمصرية نورتنا جداً يا دكتور